بعد تحريرها ظلت مأرب هدفاً لصواريخ ميليشيا الحوثي وغذائفها ودوماً ما كانت منظومة الدفاع باتريوت تتصدى للكثير منها إلى أن أفلت أحدها وارتكبت الجريمة وسط المدينة اليوم وبعد يوم واحد خرج أهالي الضحايا الأطفال في مسيرة شموع جابت شوارع المدينة تنديداً باستهداف الميليشيا المستمر للمدنيين وقصف التجمعات السكانية بالصواريخ وندد المحتجون بتجاهل المنظمات الدولية والحقوقية للانتهاكات التي ترتكبها الميليشيا بحق المدنيين وقصفها الصواريخ للمدينة طيلة الأشهر الماضية وكان وكيل المحافظة عبد الربو مفتاح قد أعلن عن استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة مأرب بأكثر من أربعين صاروخاً باليستياً خلال الثلاث السنوات الماضية وأشار مفتاح إلى أن الصواريخ التي أطلقتها الميليشيا على مأرب تم التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية التابعة للتحالف فيما تسببت القذائف وصواريخ الكاتيوشا بسقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين ودعا وكيل المحافظة المجتمع الدولي إلى إدراج ميليشيا الحوثي ضمن قوائم الجماعات الإرهابية